كل سنة وانت طيب فين اللحمة بتاعتي طيب يا عمنا انت فين الفتة طب نضامي سبلنا حدة كان العيد نحن الماء الى عيد للمة وحنا صحاب يلا عزمي وهدلك بك سلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم سوما والنهاردة معانا فيديو جديد النهاردة معانا فيديو روتين صباح الفل صباح النشاط صباح الجمال على عيونكم صباح كل حاجة حلوة في الدنيا النهاردة هنكمل فيديو الروتين بتاعي مبارح يعني علشان نبقى متفقين ان ده مش فيديو جديد ده اصلا الفيديو تكملت فيديو مبارح اللي ما كانش ينفع نزلو لكم عشان هيبقى طويل جدا بدأت على طول كده بالقط النوم طبعا احنا مبارح عملنا الفطار مع بعض وزبطنا كده الحاجات اللي كانت هتغسل المشاية الطويلة والسجادة بتاعت المطبخ وغسلت بقى المفرش الفرو والكوشن الفرو ونشرت كل الحاجات دي وكمان السجادة او مش السجادة بقى اللي هي ايه البتاع دي حد يقول معايا افكروني حافظة السجاد اللي هي الشاك دي برضو كل ده اتغسل مبارح معاكو ونشرناه على الحبل وفي حاجات نشفت ولمتها في نفس اليوم وفي حاجات لسه ايه مبلولة فقلت بقى النهاردة نكمل باقي الروتين اللي هو انا اصلا مكملان بارح اساسا يعني انا خلصت الشقة وقفلتها بقالي كده بالضبط يومين النهاردة الوقفة بقالي يوبين انا مخلصة الشقة فهنا كده زي ما انتم شايفين طبعا السرير انا لسه عاملة معاكو القوضة دي برضو في روتين من كام يوم ومسحاها ومنظفها وكل حاجة بس رغم من كده كان فيه تراب زي ما اتفقت معاكو ان بيبقى عندي تراب كتير اوي في البلكونة وكمان القوضة دي هتطلع شوية تراب اللي داخلين من البلكونة لكن يعني ايه هي نظيفة ومشاء الله فهبتدي ان انا هنفض السرير وروأه كده ترويئة حلوة وعلى طول هزبط كده ملاية تكون فتحة كده وحلوة علشان خطر دخلة العيد بقى ان شاء الله هفرشها بقى كده تبقى شكلها كده ايه مبهج فطلعت كده الملاية دي لها مفرش ستان عندي كده والله هنمش عارفها الحقيقة ايه لازم تمفرش ستان ده غير ان هي شكل ما عرفش بصراحة هي فعلا شكل ولا ايه بس شكلها بيبقى حلوة قوي لما بيتفرش عليها مفرش ستان خصوصا ان هي فيها بقى ايه حاجات برضو ستان يعني حاجات كده في نهاية في الدل بتاع الملاية شكلها نفس الستان اللي هو تفرش دلوقتي حالا فبحاولنا انا دخلها الجوة شوية عشان اظهر الدل دوت اللي هو بيبقى فيه وردات كده بسيطة صغيرة وكمان الشكل اللي انا قلتلكو عليه وهحط هنا كده المخدة الطويلة بعد ما طبعا لبستها الكيس بتاعها هتلاحظوا ان المخدة لونها مختلف عن لون الخداديات والملاية لان المخدة دي متعانى انا كنت شايلها وكنت باستخدم كيس مخدة واحد فتحسوها ايه افقع شوية من باقي الحاجات اللي على السرير علشان هي ما استهلكتش وكانت مركونة فانا طلعتها ولبست كيسين في بعض وده بيبقى احسن حل عندي علشان خاطر ما لقيش حتة باينة هنا من المخدة الطويلة وحتة باينة من هنا فالسرير عندي تقريبا مش فاكرة مئة وسبعين ولا مئة وتمانين سنتي فطول المخدة بيبقى طويل قوي فالكيس الطبيعي اللي هو الجاهز اللي بنشتري من برة اه مع الملايات يعني بيبقى قصير عليها عشان كده بحط كسين في بعض وبعد كده روح تجاية بقى لما المشايات كلها عشان اخرجها اه تتنفض يعني بس مش اخرجها على البلكونة البلكونة عليها حاجات ايه ام يعني عليها حاجات بتنشف يعني الحاجات اللي احنا غزلينها مع بعض فانا اخرجهم ايه انا نفضهم قدام الباب يعني مش تفرق اهو بالشكل ده واخرجهم بقى قدام الباب انا بنزل منهم بس تقاية رابع عشان ما بقاش خارجة في الشقة برة ولاقي في حاجات وقعت من هو ما فيش حاجة بس ايه يعني تحسبا ايه غبرة اي حاجة تقع يعني وجيت هنا مسحت بقى الازاز كويس قوي طبعا انا اصلا لسه ملمعاه فما فيهوش ما كانش عليه غبرة كده خفيفة جدا لا ترى بالعين المجردة بس احتها كده وماشى وروحت حطى المفارش اللي احنا كنا غسلينها برضو مع بعض لما شلناها في فيديو الروتيني اللي قبل اللي فات وقلتلكم اه ان احنا هنشيلها بقى اه نغسلها ونشيلها علشان لما نيجي نفرش فرشة العيد نحس ان احنا نظرنا اختلف وآآ بقى في حاجة جديدة رغم ان هي مش جديدة احنا لسه شايلين المفارش وغسلينها لكن لما بتيجي تفرشيها تاني بقى مع فرشة حلوة مع مع كده يعني بتحس بتغيير كده وبهجة طبعا انا لسه اصلا ما غسلتش الستير الستير لسه احنا معلقينها العيد اللي فات وآآ زي الفل ونظيفة فزي ما قلتلكم الحاجة اللي مش مستهلة مش هتبقى هدد حل على الفاضي آآ كل السنة وانتوا طيبين يا جماعة العيد خلاص بكرة آآ يا ربي انعاد علينا وعليكم بالخير آآ ويا رب يتقبل منا ومنكم صالح الدعاء ويرزقكم احسن ما تتمنوا يا رب انا وانتوا وكل المسلمين اجمعين يا رب العالمين آآ جيت هنا كده على التسريحة بدأت بقى اي انا عايزاكم النهاردة تنتهزوا فرصة النهاردة يوم وقفة عرفات وعايزاكم تدعو بقى تدعو لنفسك وتدعو للي حواليك وخد بالك ان انت لما بتدعي لحد او على حد بيبقى ربنا مخصص لك في الوقت ده آآ ملك بيرد عليكي آآ وبيردلك نفس الدعوة فانتي عايزاك تدعي لكل الناس بكل حاجة انتي بتتمنيها انتي بتتمنيها لنفسك ادعيها للي حواليكي انا دايما بعمل كده فا آآ لما بعمل كده ربنا بيردلي نفس الدعوة آآ وآآ يعني والله العظيم بحسها وقت كتير ان هي بتتحقق لي انا مش يعني ايه بتتحقق لي انا وتتحقق للقدامي لما بدعيله بحاجة انا نفسي فيها باعد ادعي لقدامي بحاجة انا نفسي فيها فا ربنا بيخصص لي في الوقت ده ملك ملك بيرد علي دعوتي فيعني ما اقولكوش يعني احلى حاجة في الدنيا لو كانت الوقت ده مجابة دعوات ان انا اه بادعيت لحد بحاجة انا بتمنها والدعوة تردتلي بحاجة انا بتمنها فما فيش احسن حاجة يعني احسن من كده في الدنيا بصراحة خلصت كنسة ومسح الوقودة وفرشتها من تاني وفرشت كده الستاير وكمان اخر حاجة عطى عطير عطرتها كده باللي هو بتاعي اللي هو الفريدة المعطر الفريدة ده ريحته حلوة قوي اللي هو بريحت العود بجد اللي هو بريحت العود ده احلى كمان من اللي هو اللون الازرق اللي هو مش فكرة كان اسمه ايه اللي انا اقولتلكو عليه المرات اللي فاتت ده ريحته أجمل كمان ريحت العود جميلة كده خلصت كده البلكونة ونشرنا فيها الحاجة وتمسحت وكل حاجة من الفيديو اللي فات وخلصت كده قدت النوم وقودة الأطفال كل الحاجات دي تمام وعايز أوريكوا شكلها في النهائي يعني بعد ما خلصتها كل الحاجات دي بقت تمام هبتدي أن أنا أطف النور بعد ما عطرتها وهخرج منها وأقفلها كل قودة بخلصها وأقفلها علشان ولادي ما يدخلوش كركبه الدنيا وشغلت هنا الإضاءة اللي هي أنتوا عارفين هذي الفوسفورية دي وهسيب بقى القودة كده خلاص بقت زي الفل نجي بقى على الصالة الصالة طبعا زي ما انتوا شفتوا أنا كنت منفضة السجادة الحمرة ومنضفها كويس جدا معاكم الفيديو اللي فات فالصالة كده ايه من غير أي حاجة أي فرشة على الأرض مش الصالة دي الوحدها لا الصالة التانية كمان يعني علشان خطر الفرش المخصول هناك برضو هلم أي حاجة مش في مكانها ودخلها في مكانها بقى وهجيب بقى السجادة بتاعت الصالة دي دي اللي كانت قدامي في الوقت دا يعني وهبتدي ان أنا أنفض بيها وهشيل كل حاجة من مكانها لأن أنا معرفش بصراحة يعني ولادي أصلا ما بيأكلوش في المكان دا معرفش بصراحة بيبهدلوا الدنيا وبيعملوا فرافيت فيه ازاي هم عادة بيأكلوا في الصالة التانية بس الصالة التانية ما بيبانش عليها زي دي لأن لما باجي يأكلوا أو كده بحط ايه فرشة على البتاعة دي حفزة السجاد وبتبقى البهدلة بسيطة لكن هنا بستغرب بصراحة يعني ازاي كل الفرافيت دي بتوصل للركنة من جوة مش عارفة بدأت ان أنا نفضها وهبتدي ان أنا أزبط كده اللي هي البتاعة ديات الجديدة دي اسمها ايه الكوفر بتاعها يعني علشان يبقى مجدود كده وشكله لطيف كده وحلو بصوا أي حاجة بتبقى دخلها لجوة كده ببتدي ان أنا أفردها كده ونفضها ونفض اللي جواها وبعد كده أزبطها بقى يعني أزبط شكلها كده خالص عاملة زي الملايات بالضبط ببتدي ان أنا أزبط السيف بتاعها منبرة الحدود بتاعتها منبرة واللي بيتفضل قماش بدخله جواه بغريزه بايدي كده دخله جواه وبنفض بقى الشلط بتاعتها كويس خالص وبقى جيبها حطها في مكانها وطبعا زي ما انتوا شايفينها هو تظن يعني واضح عليها جدا ان هي ما تبهدلتش ومش محتاجة كمان الكوفر يتغسل كمان القماشة ديات اللي هي الرمادي دي بحسها ما شاء الله بتستحمل كتير عن الألوانات الفتحة يعني هي بتستحملها لك وما بيبانش عليها بس مش معنى ده ان هي مهلوكة عندي وهي محتاجة تتغسل وانا نفضت عندها لا خالص يعني هي بتستحمل لكن هي بجد يعني مكادش محتاجة تتغسل عندي اللي كان محتاجي يتغسل بس الكوشنز الفرو اللي انتوا شايفينها دي اللي انا عبيها معاكم دلوقتي في الكيسة اهو هي دي اللي كانت محتاجة تتغسل وكانت يعني باين عليها أتربة كده مسكة كده في الريش بتاعها وفي الشعر بتاعها يعني اه فعشان كده غسلتها وهي اصلا خفيفة ما شاء الله فما خدتش وقت على الحبل غسلتها في اول اليوم واخر اليوم اه شلتها وابعبيها كده في الكيس طبعا السوستة كانت معاك سمعية اه بسبب ان الفايبر كتير اه فبتبقى ضغطة كده عليها الفوق كده على السوستة فما بترضيش تتقفل بسهولة خلصت كده الركنة دي اه الجزء ده يعني فهبتدي ان انا اه عايز اخرجها كده لبرة شوية علشان خاطر اه اعرف ازبط كده الجزء اللي هو النص دايرة ده فهزقها كده وهوديها كمان هناك عند الصلاة التانية يعني انا مش تسيبها هنا ان هوديها الصلاة التانية عشان امسح بقى وراها براحتي اه السلكة هو اللي هو بيعمل اللون اللي هو المسفر الجميل ده اه هبتدي برضو ان انا لمه لان هو دايما بيسقط تحت فبشيل كده الحاجة الاول من عليه بعد ما بنفضها وبعد كده بروح شايله هو في اخر حاجة قبل ما نفض الركنة الاساسية وهزبط كده البتاع ديت الركنة ديت الكيس بتاعها دخلوا الجوه كده واحط باقي الحاجات طيب بالنسبة كمان اه حد من المتابعين عندي كتب لي في التعليقات المرة اللي فاتت اه يعني اه بتقول لي اه ما تزعلش مني بس غيري كفر الغسالة والله العظيم وهيات ربنا كفر الغسالة ده بدور عليه بقالي حوالي شهرين عارفين انتو من ساعة لما كنت عاملت تجديدات في الشقة كنت بدور على كفر الغسالة ده طبعا كفرات الغسالة الموجودة دلوقتي اللي هي عليها بنات اه بشعر وعليها مش عارف ابصر ايه وعليها حاجات كده فانا يا جماعة ما بحبش بصراحة الحاجات اللي هي الاوفر ان اصلا كفر الغسالة ده عشان عليه شوية ورود واللون بتاعها مش مزبوط قوي مع المطبخ كانت مدايق مدايقني جدا وما زال مدايقني جدا بس مش عايز اغيره بحاجة تدايقني اكتر اه مش يعني ايه عارفين انتو اللي اللي طالع جديد للكفرات الغسالة اللي هو عليه بنات وعليه اه بنات عريانة وعليه مش عارف ابصر ايه ايه اي نعم هي رسومات وكل حاجة انا ما بقولكوش لا بس انا مش بحب المنظر ده يعني مش بحب ان انا ادخل الاقي بنت كده في وشي ايه اه بتسرخ ولا بنت عريانة ولا مش عارف ايه حساها مش حلوة لأ انا بحب المطبخ يبقى هادي اه فبدور على كفر يكون سادة بس في نفس الوقت يكون شيك مش عايزة جيب يعني كان قدامي كفر اه تقريبا كان عامل تمانين جنيه سبعين جنيه حاجة كده اه كفر شكله ومش حلو خالص يعني هو سادة برضو زي ما انا كنت عايزاه بس تحسوه قتم كده ورزل ودمه تقيل ووحش وحش قوي هو عبارة عن جلد بس وملفوف سوستة وتحسي ان الحاجة اللي فيه يعني ايه انتي معبية كارتونة في قلب البتاع ده في قلب الكفر ده مش مش حتى فيجي غسالة خالص شكله ما كانش عجبني فلو تعرفوا ما كان بيبيع كفرات غسالات شيك وحلوة وهدية ما تكونش اوفر بالصور الجديدة دي قولولي عليه انا اه بجد عايزة كفر للغسالة الاطباق وغسالة الملابس بس محتاجة اه حاجة تكون ماتيريال حلوة وفي نفس الوقت الشكل لطيف اه ما تكونش حاجات بقى ايه شازة كده وغريبة كده وحتى تكون لون مختلف عن المطبخ لا انا كنت بدور على لون محدد يعني لون ايه شبه المطبخ عندي في اسود في اه تركواز اللي هو اللبني ده انتوا عارفين لون المطبخ اصلا عندي فهي دي المشكلة اللي معطلوني عن شيرة اه كفر جديد انا عارفة الكفر محتاجي يتغير بس على فكرة ده بسبب غلطة او غباء مني انا اه ان انا اه حطيت الكفر بتاع الغستالة دورة غسل عملت له دورة غسل في قلب الغستالة وانا مش في دماغي خالص ان هو ممكن يقشر انا دايما كنت بغسله في الحمام دايما بطبقه كده تطبيقة كده ايه صغيرة كده وبحطه في طبق كبير يكون مليان مية بصابون وببتدي ان انا اسيبه في الطبق الكبير دوت لما يتنقع شوية وينزل كل الترفي في ثواني وبروح شطفة وبروح حطة تاني في مكان وبيبقى جديد وزي الفل لكن من ساعة ما اتغبيت بقى انا وحطته في الغستالة وتعملت دورة غسل بقى وشاطفه وكده كل طبقة المشمع الداخلية بتاعته فرولت لكن لو على هو جديد واللي قديم هو والله جديد لكن هي بس ايه اللي حصل ده اه يعني سهوة مني انا اه ان انا مش عارفة جات في دماغي ازاي ان انا عمله دورة غسل بس انا اقول تجرب يعني واكيد هتبقى حاجة لصيفة ايه فما طلعتش لصيفة خالص عايزة اوريكوا بصوا كل الحاجات اللي وراء الركنة الليعب بتاعة ولادي الزغنططة دي وشوية تراب كده اه بعد ما شلت الركنة والحاجات دي كلها اه بدأت ان انا مسح وراها وكنست طبعا علشان مش هغلت نفس الغلطة بتاعت المرة اللي فاتت فاكرين اما قلتلكوا والله ايما انا معدلاها انا خلاص كنت فيست يعني بعد ما رجعتها يعني كناست وزبطت ورجعت الركنة من كانها تاني نسيت ان انا مسح تحتها فاقولتلكوا ساعتها ان انا وحياتكوا عندي انا مش مش همسح يعني مش هجرها تاني وامسح تحتها دي هدت حيل انا مش لقيا صحيتي في الشارع فاعجان كده عملتها بقى المرة دي اه ومنسيتش كنت بقى فاكرة وعمل اذكر نفسي طول ما انا اقوعي تنسي وترجعي الركنة في مكانها من غير ما تمسحي تحتها المتابعين بتوعك هيكلوا وشك ويقولوا عليكي نساية فاكت فاكرة بقى ورحت مسحها تحتها وزبطت كده وهحط هنا كده السجادة بتاعت الصلاة بحطها دايما على اليد كده علشان بنستخدمها على طول آآ ساعة الصلاة يعني بنشدها كده على طول ونفرشها في الصلاة التانية نصلي فيها. يا احنا المقر الرئيسي بتاعنا دلوقتي بتاع الصلاة آآ جنب النيش يعني في الزاوية بتاعت النيش كده اللي هي الفاضية. فعشان كده دايما حطها للسجادة الصلاة جنبنا وما بحبش افرشها على الارض عشان هالك الولاد بقى ومش عيسيبوها في حالها اولا مش تفضل آآ على على عدلتها كده هاي بهدلوها وبتاع وممكن يقطعوها كمان. فعشان كده بل ما حطها على جنب الوقت الصلاة بس. وجيت هنا حطيت اللي هي بتاع ديت المنظم بتاع الريموتات والحاجات دي نضفته بنضف كده آآ فوق الدفاية آآ والبتاع ده والشاشة وكده آآ بمسحهم آآ مسحة بسيطة كده وطبعا عايز اقول لكم الشبابيك والحاجات دي انا اصلا بنفضها. يعني انا اصلا بنفضها بس برا الفيديو آآ نفضتها كويس اوي وبهب كمان يعني لو آآ الاوضة آآ فيها اي حاجة اي آآ هفوة كده بهب الاوضة كويس خالص آآ بس بابدأ الاول بالحاجات دي بابدأ الاول بتنفيذ آآ البتاع دات الشبابيك. وبعد كده الهب علشان لما بنفض اكيد فيه تراب بيتصاعد وبيتنثر وآآ مش عارفة ايه اللغة العربية اللي انا بقولها دي. المهم يعني بيجري في كل مكان. فبروح جاية هبة بعد كده ومنظفة بقى من تحت. بابدأ من فوق لتحت. كده خلاص خلاص. زبطنا كده الركنة وزبطت كمان آآ اسمها ايه آآ الدفاية آآ ومسحت كل التراب اللي عليها. على فكرة انا بمسح الدفاية المرة دي. وبعد كده بعد ما بخلص ببتدي ان انا بجيب من دي بتاع دوات فوتة مطبخ اللي هي الصغنطاتين اللي هم الحلوين الميكروفايبر دور وبرش عليها ملمع زجاج وبمسح الشاشة تاني وبمسح القاعدة بتاعت الشاشة والرخام. علشان خاطر بعد ما بخلص كنسة وتنفيذ ومسح وكده بلاقي عليها الدنيا بتهدى كده بلاقي التراب نزل بقى ايه عليها وعمل علامات. فبروح مسحها مرة تانية مش دي المرة الاولانية او المرة الوحيدة اللي انا بمسح فيها الحاجات دي. لميت كده الستاير وحطيتها كده على جنب علشان لما اجي امسح ما تتبلش لان الستاير عندي نزلة على الارض طويلة ونزلة على الارض. فعلشان اتفادى موضوع ان هي تتبل بروح لماها. طيب انت بتمسح بايه يا سوبة بمسح بجنرال وبمسح بملح. بمسح بملح وجنرال. اللي مش عاجبه الملح ما يحطوش. انا بحس ان هو فعلا بيشلت اي طاقة سلبية وبيحسك كده ان انت ايه يعني بعد ما بتخلصي مبسوطة وعايز تحكي وفرحانة باللي انت عملتيه. عايزك بقى تشوف الفيديو ده وتقومي تشغليه. ممكن تشغليه على الشاشة لو بتشتغل عندك اه اه عندك واي فاي فيها. اه ممكن تشغليه على الموبايل وتقومي زي الرهوان اي حاجة فيتاكي بصي ما ما تناميش ولا يغمضلك عين غير لما تعمليها النهاردة. وفي نفس الوقت ما تتعبش نفسك. يعني لو حاجات يعني اه عادي يعني اه مش تفرق. اصلا الناس مش تجي تفتش عليك في قلب البيت. يعني لو شايفة نفسك ان انت تعبتي وخلاص بجد انت عملتي حاجات كتير وفيه حاجات محتاجة ان هي تتعمل مثلا يوم العيد الصبح. محتاجة تتعمل يوم الوقفة. يوم الوقفة بالليل بعد ما ريح جسمي واقوم كده ويبقى عندي شوية بار ونشاط. مفيش مشكلة. اصلا انا مش مش مفتش جاي فتش عليك في بيتك. لا مدام مش قادرة ما تعمليش. يعني اعمل مش هيتعمل النهاردة هيتعمل بكرة. اللي مش هيتعمل النهاردة بالنهارة هيتعمل النهاردة بالليل. فما تريقش جسمك وما تريقش نفسك واللي يبقى قدامك يعمليه. ولو في حاجة صعبة قوي يعني. مستعصية يعني. اه اجليها كمان لبعد العيد. سيبي الحاجة على على ما هي عليه. بس تنظيفها كده حلوة من على الوش. وسيبي الحاجة البعد العيد مش تفرق لو الضيوف فييجو لك فعلا عندك ضيوف بتيجي اول يوم العيد او كده. زيارات. اه ما تهلكيش نفسك. كل اللي انا عايز اوصله لك ان العيد جاي لنا فرحة وبهجة. مش جاي لنا بتكسير جسم وبوزان عضلات وهدت حيل. والكلام ده كله. اه العيد جاي لنا فرحة لنا وبهجة لولدنا. فما نعكسس الامور. ونبقى كرهين الدنيا وكرهين حياتنا في العيد. وكرهين الدنيا عشان ما نضفناش او عشان نسينا نعمل كزا او ما قدرناش نعمل كزا. لا يعني ايه اه خدي نفس عميق ده وصلي عن نبي واعملي الحاجة اللي وراكي اللي انت قادرة تعمليها. واللي انت مش قادرة تعمليه اه زي ما اتفقت معاكي ما فيش حد هيجي اه يشايك عليكي او اه هيجي اه يعني يفتش عليكي ببيتك براحتك يعني. بس كده خلصت الصلاة مسحة وآآ كمان جبت السجادة بعد ما الارض نشفت وفرشتها. وبالنسبة للناس اللي بتقول لي غيري السجادة يا سومة ان شاء الله انا هجيب حفظة سجاد. مش هجيب سجادة بقى لان حفظة السجاد لقيتها مريحة جدا في الغسل ومدية نفس المنظر. فانا مش عايز اتعبد النفسي زي ما قلتلكم على الفاضي. فهجيب حفظة. آآ تمشي معا لون الصلاة التانية دي اللي هي هنا. آآ ايوة الصلاة دي. بس ايه ايه آآ يعني شوية كده بعد العيد ان شاء الله. خلصت كده الصلاة وبقت زي الفل اللي نجي بقى للصلاة التانية. طبعا الصلاة التانية يعني اكتر حاجة مريحة في الدنيا يعني. فاش اي حاجة خالص غير النيش. فبيبقى كنس ومسح وتنفيط شبابيك وآآ هبس هبس سقف آآ او لو التكييف في اي غبرة من فوق كده بتتمسح. كده يعني حاجات البسيطة دي. وبكنس الارضية وبمسحها وخلاص كده. بصوا بقى يعني آآ عايز اقولكو اليوم كان فعلا مرهق وكان فعلا متعب. بس انا خلاص عملت الكلام ده كله في يوم واحد. آآ والعلمكو ازاي ما اتشايفين انا ما عملتش حاجات اوفر. كل اللي كان محتاج بس يتعمل هو اللي اتعمل. آآ تمام. خلصت الحاجات دي كلها في يوم واحد ودمغي بقت رايقة قدامي يومين كده. آآ آآ الوقفة وقبل الوقفة بيوم. الحاجات اللحوم اللي انا عايز اجيبها هجيبها. الحاجة اللي عايزة التبل هتتعمل. آآ لو عندك مشوار. لو هتجيبي لبنتك حاجة. لو هتجيبي لابنك حاجة. معك وقت وشقتك نظيفة وزي الفل. والمطبخ والحمام هكذا بنفس التقسيمة بالضبط وبنفس الموضوع. آآ بس بعد ما كناست هنا كده هبتدي افرش. فهيبقى عندك وقت ما تضغطيش نفسك يعني حاولي على قد ما تقدر يتبقى منظمة وقتك وما تضغطيش نفسك في اخر يوم. اخر يوم ده بيبقى مرهق جدا. وبتضطر ان انت تقضي يوم العيد كله نايمة. ما بتفرحش بالعيد وما بتتهنيش به. وما بتشفيهوش اصلا. انت بتقوم تلاقي العيد خلص. ومعروف عندنا دايما اللي دايما العيد. بيبقى في صلاة العيد. ان شاء الله بازن الله كلنا السنة الجاية هنصليها. آآ في المساجد وهنصليها في الاماكن الساحات الكبيرة. آآ اللي متعودين دايما نصلي فيها. يعني يكون موضوع كورونا دا انتهى ومع الف سلامة ما نشوفهوش تاني ابدا يا رب. آآ بس يعني ان شاء الله تبقى السنة الجاية الموضوع احلى بكتير من السنة دي بازن الله. بعد ما خلصت كده الكنس والفرش والمسح وفرش البتاع الحفزة كانت نشفت على فكرة. لان طبعا الغسالة عصراها كويس قوي. فهي ما اخذتش اصلا ساعتين تلاتة على الحبل. هي اصلا ما كانتش طالعة نشفة اساسا من الغسالة. ما اخذتش وقت كتير على الحبل خالص وكانت نشفت. آآ فعلشان كده فرشتها على طول. وجيت هنا بدأت ان انا امسح بقى ايه الازاز بتاع النيش. والخشب بتاعه بقى بمسحه كده بضهر القماشة لان هو ما بيبقاش عليه حاجة اصلا. كده خلصنا النيش وخلصت كده الرفوف برضو مسحتها بنفس الطريقة والازاز بتاع الشباك. كل حاجة بقت تمام. ادي كده منظر الصالة يا جماعة بعد ما خلصت. بصوا بقى يعني آآ الرواءان حلو. بجد. هي ده كده الناحية التانية. الصالة التانية وادي المنطقة اللي فيها الرفوف وكده كل المكان خلاص خلص وتروأ وبقى زي الفل كده شقتي كلها بقت آآ تمام. انا مش اكد بعليكم واقول لكم ان الشقة كلها خلصة ان انا خلصت الشقة كلها في يوم واحد وسبت المطبخ والحمام لتاني يوم. المطبخ والحمام كانوا فيهم حاجات بسيطة جدا. عملتها كده على السريع وانا واقفة. بس يا خلاص يا جماعة كده انا خلصت ترويق الشقة بتاعتي وبقت زي الفل وهي دي روتينات العيد اللي انا عملتها معاكم. علشان انا شاطتكم واتديكم شوية باور بصات كده لطاف كده. آآ وطبعا المروح دي على فكرة برضو اتعملت. اخر حاجة هنبتدي نحط بقى الفيشة دي آآ كده علشان نشغل اللد الصغير ده. علشان يدي الشكل اللطيف الجميل بتاعنا. وهبتدي ان انا اطفي بقى النور. واخر حاجة هعملها هي العشا. انا كنت امتبلة فرخة. وآآ شاوتها وهبقى وريكو طريقتها برضو. وآآ عملت جنبها شوية آآ رز وشوية آآ فصولية خضرة. آآ وشوية مخلل. يعني حاجات بسيطة خالص. آآ بس بقى مش هقلب نمكو النهاردة بآآ بحق كلام كتير يعني انا عمل عملنا الرز مع بعد قبل كده وعملنا وصفات الطبيخ مع بعد قبل كده آآ سواء فصولية بمية اي حاجة يعني. بس طريقة الفراخ دي انا صورتها لكم. هي الوحيدة اللي صورتها لكم. هبقى نزلتها. هبقى نزلها لكم ان شاء الله في فيديو جديد. كده الفيديو بتاعنا يكون انتهى. لايك وشير واشتراك في القناة. وهستنى تعليقاتكم الجميلة وكل سنة وانتوا طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.